أمر رئيس المزراء العراقي حيدر العبادي برفع العلم العراقي فوق محافظة كاركوك ومناطق أخرى متنازع عليها مع أقليم كردستان العراقي وجاءت أوامر العبادي بعد إعلان القوات العراقية لسيطرتها على مبنى محافظة كاركوك من دون أي اشتباك من القوات الكردية فضلا عن السيطرة على مطار كاركوك العسكري وأكبر قاعدة عسكرية في المحافظة